حمل لواء الشر وضلى واستكبر عن أمر المولى وأبى قال أنا من مار وأنا خير منه وأولى ومضى يزرع فينا علانا منا من تاه ومن غفلا لكن من أخلص لله لن يفقد بالله الأملا أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثمما بعد أحبتي في الله إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد ونقلب صفحات مذكرات إبليس عادنا الله وإياكم من وساوسه وشره ومن شر الشياطين الإنس والجن ونرى أو نريد أن نرى ماذا يكتب في مذكراته اليوم هو يريد أن يوقع المؤمن في الفتن يوقع المؤمن في الفتن ولكن يعني تخطيط إبليس يظهر وتظهر له نتائج عندما لا يعي الإنسان منه حقائق ما جاء في القرآن وما جاء على لسان الحبيب المصطفى صلى الله وسلم يقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير الحصير ده عيدان هكذا عيدان القش ومربوطة مع بعضها بخيطان دقيقة الحصير اللي احنا في زمان كنا والله كان مريح في الصلاة عن السجاد والحجود المكت سبحان الله وللأسف الشديد حتى ما عندناش ليس عندنا مصانح تصنع السجاد السادة ليس فيه ألوان مبهرجة عشان الإنسان لما يصلي يعني يروح للأسف في بلاد يعني تنكر وجود الله تصنع لنا سجاجيد اللي مرسم عليها منبر واللي مرسم عليها جمل واللي مرسم عليها زخارف وابو حنيف كان يقرأ الصلاة على مثل هذه يعني النقوش لأنها قد تشغل بالي المصلي يعني أنا أصلي أنظر هكذا إلى موضع سجودي فلما يكون موضع سجودي فيه زخارفة ونكون مثلا لي في الألوان أو واحد متخصص في الديكور أو مهندس معين فاهم في كذا أو يعني حرة في معين يفهم في كذا يبتدي يعني موخ الأسرح المهم تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودة عودة يعني الفتن تمشي بالضبط كده كأن القلب ده حصير مفروض هكذا والفتن تعرض عليه عودة عودة فأي قلب أشربها الفتنة كأنها سائل كأنه حبر أو صبغة معينة أو صبغة معينة فالفتنة الرسول صلى الله عليه وسلم بينقل الشيء المعنوي إلى شيء مادي عشان المسلم تتضح له الصورة سبحان الله فيعني يعني تعرض الفتن على القلوب كأعرض الحصير زي الحصير كده سبحان الله عودة عودة يعني عود عودة كأنها متخاطر فتنة في في ايه مع العود نفسه الذي يتكون منه الايه الحصير فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء يضع ايه أثر وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء فيعود أو تعود القلوب على قلبين يعني قسم القلوب إلى قلبين ما فيش ثلاثة يا الله والله الذي لا إله إلا هو لو اجتهد علماؤنا ودعاتنا في توضيح السنة المطهرة بشرح المبسط لفهم النس حقائق الأمور المهم ماذا يقوله صلى الله عليه وسلم حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مجخية والله هذه لغة عربية بس بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا سوف موضح يعني يعني لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا يعني زي الكوز المخلوب الأسود مرباد من كثرة الذنوب وغير ونفوش أي نوع من الإضاءة ولا اللمعان ولا غيره الكوز مربادا مجخيا منقلب سبحان الله العظيم منكوس ينكس ينكس سبحان الله لأن القلب زي بالضبط واحد يقف على رأسه فيرى العالم مخلوبا لكن لو وقف على رجليه لرى العالم معتدلا فالقلب لما ينقرب هكذا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه هو هواه مع من مع الفوضى مع كذا مع كذا يروح تبع الهوا هواه يقول كذا سبحان الله وقلب أبيض القلب الثاني ما هم قلبين وقلب أبيض سبحان الله وضح المعارب لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله إذن إبليس اليوم العذب الله كتف مذكراته تعرض أو تعريض تعريض قلوب المسلمين المؤمنين على الفتن أو عرض الفتن على المؤمنين الفتن سبحان الله الفتن تتساقط علينا تساقط المطرة بنت جاعت في أمان الله وأغلقت الهواتف وتفتح بس النشرة أو التليفزيون بعد مع أولادك والله في بعض البرامج الجادة التي تسمى بالجادة قياسا يعني تستحي من زوجتك وتستحي من بنتك وتستحي من ابنك أن تشاهد هذا البرنامج أو تسمح هذا الكرام ويقال أن هذا برنامج جاد سبحان الله تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عوداً عوداً رص الفتن تعرض والقلب كما قلنا في حلقة سابقة أن القلب مجرد مستقبل بلغة التليفزيونات في البيوت وبالرطانة الأعجمية التي أحبها أن ريسيفر مستقبل القلب يستقبل سبحان الله فأي قلب أشربها يعني القلب الذي يتشرب لأنه مستعد مستعد يعني هو مثلاً هو قبل الحفلة بشهرين يعني استلم البطاقة التذكرة اشتراها فهو معد نفسه وبعدين يذهب مبكراً يعني قبل بداية الاحتفال بساعة وساعتين عشان يتبوأ مكانه بين الحاضرين سبحان الله ويوم الجمعة وهو جار المسجد ينتظر لما الإمام يقول إيه وأقر الصلاة يا مؤمن وسارعه وسابقه سبحان الله فالإنسان يعني القلب الذي هو هتتأثر القلب الذي يتأثر بالفتنة خلي بالك هو مستعد مستعد لهذه الفتنة زي بدأت واحد يكون هواه مع المال فهو مستعد لقبول أي فتوى تريحه يعني أكيد يا شيخ الأرباح البنوك التجارية دي ربة تقوله يعني هكذا يقر أو تقر المجامع الفقهية متأكد يا أستاذ طيب إيه النص طيب إيه الدليل لا بس مش الربة دا اللي هو ذكر في القرية مش هو دا بتاع البنك لا إله إلا الله فتقول له يعني أنت لو تروح للطبيب ويكتب لك علاج معين هل تقول له أنا عايز الأسانيد العلمية من علم الفارماكوليج أو علم الأدوية الذي بنت عليه شركة الأدوية هذه بعلوم الصيدلة المختلفة التركيب الأساسي لهذا المركب وفيه يعني كم مليجرام من الماغنيسيوم وكم مليجرام من المضاد الحالي وكم مليجرام مش عارف من مادة كذا عارف الطبيب يعمل فيك إيه يرجع لك تم من الكشف اللي دفعته وينده الممرضة والمساعدة تعول إيه أنا ما عنديش وقت أنا عندي عشرين مريض خمسين مريض منتظرين لو كل واحد تسألني عن أصول لكن أنت تأخذ الدواء بلا مراء وبيلا جدال وبلا معارضة وتشتري سبحان الله جهازا معينا من شركة والشركة معها كتلود فيه تفتح من هنا وتغلق من هنا وتضط الشاشة من هنا وتشغل الغسالة من هنا وتعمل مش عارف الفيديو والشغل ده فتأخذ الكلام بالإذعان لا جدال ولا مراء ولا معارضة يجي الشركة لما يكون جهاز ضخم وجهاز غالي ترسل لك مهندس متخصص ويعلمك كيفية استخدامه ولكن خليبا الكاميرا دي تشتغل كلام والشاشة دي تشتغل كلام والجهاز ده يعمل وبعد ما يؤدي لك ساعة أو ساعتين أو أكثر أو أقل مرحلة تدريبية على استخدام الجهاز يتركك ولله المثل الأعلى الله خلق هذا الجهاز الإنساني وبعدين عمل له كتلول يسير عليه كتابه سنة وأرسل لنا من يعلمنا استنباط كيفية تشغيل هذا الجهاز الإنساني ليتعطل متى ما الذي يسعده ما الذي يحزنه كذا 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 ثم مكث معنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم ثلاثة وعشرين عاما وما زال موجودا بسنته بيننا وما زال موجودا بتعاليمه بيننا وما زال الوحي الأعلى الذي أوحى إليه ربه سبحانه وتعالى بعقيا إلى يوم القيامة وأنت عندك إيه إن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول زي ما يعني ولله المثل الأعلى والرسول زي بالضبط الجهاز يتعطى نروح للإيه للتوكيل الخاص للمصطع الخاص بيه وليعم ده كيف يتعمل فنردوه نروح للعلماء الربانيين للفقهاء نستفليهم فلا داعي للمجادلة والمعارض فتعرض الفتن على القلوب كعرض حصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء خلاص فتعود القلوب على قلبين تنقسم تنقسم إلى إيه إلى قلبين مفيش غيرهم مش ثلاثة ادنين أول واحد قلب أسود مربادا كركوز مجخية قلب أسود مفيش إضاءة مفيش نور مفيش لمعة الإيمان فيه مش مصقول خشن فيه وهاد وهضاب وحواجز تمنع دخول النور عامل زي السدود ابن على النهر تمنع تدفق الماء سبحان الله فهكذا القلب فيه هذه الحواجز قلب أسود مربادا كركوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منقرا إلا ما إيه إلا ما أشبع من هواه أو إلا ما أشرب من هواه الجزء اللي تبع الهوى فيه هو ده أما القلب الثاني فده موضوع حديثنا بعد هذا الفصل إن شاء الله كنوا مع بإذن الله أهلا بكم كن رمزا للخير ومثلا واحذر أن تتبع سهلا فصراط الله لنا نور عد بالله عز وجل كن رمزا للخير ومثلا واحذر أن تتبع سهلا فصراط الله لنا نور عد بالله عز وجل مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ورأينا قبل الفاصل كيف انقسمت القلوب إلى نوعين أو إلى قسمين أو إلى قلبين بعد عرض الفتن في قلب تقبل الفتنة لأنه مستعد لهذا وقلب سقيم مريض فأشرب الفتنة فنكت سي نكت سوداء وقلب آخر سبحان الله يعني أنكر الفتنة يعني لما ترى أنت فتنة من الفتن تقول والله النائم فيها خير من اليقضان والجالس فيها أو خير من الواقف والواقف فيها خير من الساعي لأن الله ارضى عن سعد ابن أبي وقاص لما قيل له لما لم تشارك في الفتنة التي حدثت بين عرين ومعاوية قال رضي الله عنه ائتوني بسيف إذا ضربت به الكافر قتله وإذا ضربت به المؤمن نبى عنه نبى عنه يعني ابتعد عايز يعطينا خال رسول خال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد ماذا يريد أن يعطينا ويعلمنا يعلمنا أن نستبيني الأمر الأول ما تدخلش في الفتن مش مرة واحدة تروح الداخل في الفتنة وأنت لا تدرك أين الحلال وأين الحرام تريث خد قرارك استشير استخير شوه القصة راح على فين هل هذا يضر بالإسلام هل هذا يضر بأمن المجتمع هل هذا يضر بالناس هل درق المفسدة أفضل من جد المنفع في معايير تقيس بيها لكن مش فورا كده بصدرك وتروح داخل كده وتنعق وبع كل نعق لا المؤمن كيس فطن وتريث ليس عجولا وتمهل دائما يستخير ويستشير ويستقرق ويستنبط ويعود للكتاب والسنة والمنابع الأولى ليه لأن القلب اللي قبل الفتنة أصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لما عندوش يعني مثلا الآن حتى الناس الملتزمين الملتزمين لما يلاقي مثلا فن هابط مثلا بما يقارنه ويقول إيه فين أيام الفن الجميل وأصبح الفن ما بين جميل وهابط إذا كان فن فهو يقارن بالإيوء فنظر إلى إلى ما وصلت إليه القياسات يعني أذكر أول ما طلعت الفضائيات دي في منتصف التسعينات جاءني رجل فاضل قال لي أننا اشتريت فضائية من الفضائيات يعني صاله رخصة ماذا أعرض في هذه الشاشة أو على هذه الشاشة قلت لو ببساطة شديدة اجعل الرسول صلى الله عليه وسلم بجوارك البرنامج الذي لن يغادر الرسول صلى الله عليه وسلم المكان الذي أنت فيه معه اعرضه والبرنامج اللي تتوقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يغادر الشاشة ويغادر المكان لا تعرضه فضحك الرجل وقال والله ده ولا نشرة الأخبار ونحن بعد نشرة الأخبار تجيب فخرة رياضية فخرة رياضية دي فيها العجب فيه سباحة توقعية وفيه التنس مثلا بتاع التنس السيدات اللي هو نسيت أن تلبس في بيتها وكأن يعني اللباس يعيقها عن الحركة وبعدين التنظير والفلسفة والدورات طيب ماشي انت يعني مرسوط من الحكاية دي فترضى لابنتك أن تكون هكذا على الشاشة عارية ترضى أنت تنظر إلى هذه المطربة وهذه العارية مثلا ترضى أن تتزوجها ترضى أن تكون قرينة لك لماذا لا تنظر إلى زوجتك المحتشمة التي لا يرى أحد منها شيئا إلا أنت من فضل الله وهذه ملكية خاصة تشعرك بقيمة الشيء يعني فالأمور تختلط الفتن تختلط فالقياسات تختلط ليه القياسات تختلط لأن القلوب لما عرضت عليها الفتن في قلب أشربها فلا يعرف معروفا ولا ينكر منقرا طيب أنا أقولك شيء فرضنا جدلا أنت وزوجتك تعملان في مصطحة واحدة حلاث وجهت أنت إلى سروارك التي تلبسه مثلا أو بنطلونك مثلا والبنطلون ده رحت إيه؟ رحت إنت قصيته من تحت الركبة بنص شبر خلاص؟ وأعزك الله يعني سبحان الله يعني وقد تكون هناك زوجة غير محجبة تلبس لباسا قصيرا إلى الركبة أو تحت الركبة بشبر الناس في المصلحة ينظرون إلى من باستهجان؟ ينظرون إليك أنت العجيبة ساقوا بين ساقوا ظاهرة طيب الزوجة والمرأة التي يقولها هذه عادي لبسة لبسة عادي فانظر إلى المقاييس كيف اختلطت المقاييس كيف اختلطت سبحان الله فكارثة الكوارث أن القلب لما يشرب الفتنة أصبح لا ينكر منكرا ولا يعني ولا يعرف معروفا كيف بكم إذا طغت نساؤكم وضل شبابكم وفسدت فتياتكم قالوا أو ذلك كائن يا رسول هذا معقول يعني من الذي يستمع للحديث هذا؟ كان جلس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يعني مثلا علي يتخيل أن الحسن الحسين واحد منهم يفسد فسد شبابكم طغت نساؤكم يعني عمر يقول أنه أم كلثوم زوجات تطغى وأبو بكر يعني أم رومان تطغى فمتخيلوش لكن الرسول يستقر ويستقر عالم الغيب من خلف الحجب بما علمه ربه قال والذي نفسي بيده أشد منه سوف يكون كيف بكم إذا يعني لم تأمروا بالمعروف ولم تنهى عن المنكر أو ذلك كائن قال والذي نفسي بيده أشد منه سوف يكون كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهايتم عن المعروف في أسر وعائلات الرجل والمرأة يتابعوا الشيوخ ما شاء الله مستقيمين البنت بلغت مبلغ النساء فكانوا مجهزينها للحجاب أول ما تتحجب ليأتي الجد والجدة والعم والعم والخال والخال ويعملوا اجتماع عائلي خطير لأن أبو البنت وأم البنت إرهابيين وصعبين فيهم صعوبة وعايزين يحجب البنت صغيرة وده لسه زهرة وزهرة شباب خالها تلعب وخالها تتأمل وتظهر شعرها ومفاتنها ده لسه صغيرة دي خالتها ما تحجبت إلا بعد سن الأربعين فأصبح هؤلاء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ليه لأن قلوبهم عرضت عليها الفتن فتشربتها القلوب أصبح يعني يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف قالوا وذلك كائن يا رسول قال والذي نفسي بيدي أشد منه سوف يكون كيف بكم إذا رأيتم المعروفة منكرا والمنكرة معروفة نفس القضية بتاع حديث حديث البخاري هذا رحانا أنهنا معروف نفس القضية يعني يعني معروفة منكرا والمنكرة معروفا قالوا وذلك كائن قال وحلف ربكم ليتيحن لهم فتنة تدعو الحليم فيه الحيران فأنت مش حارف في أي طريق تسير لكن تظل قاعدة الكتاب والسنة لا تتزحزح ولا تتغير شوف أحبة في الله الشيطان لا يترك الإنسان بدون فتن ولذلك المسلم دايما اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحية وفتنة الممات وفتنة القبر وفتنة المسيخ الدجال أربح فتن خطيرة يعني سبحان الله يعني يعني كما كان أبو بكر يقول أربع ما صلطوا إلا لجلب مشقة وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي إبليس ونفسه والدنيا والهوى دول عاملين عاملين مشاكل ولمن الصديق يقول هذا الكلام سبحان الله فالمسلم دائما يدعو بما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم يا ربي أعذني وأبعد عني فتنة المحية أفتن في ديني تجد الرجل مستقيم وفجأة شلة الأنس أو رفقاء السوق يخببوا عليه زوجته يفسدوها عليه يقولوا تعالى بس أعد معنا شوية تعالى نخرج شوية على المقهة شوية وفي النادي شوية ويضيع من يعود سبحان الله ويتغير وبعد ما كان يصلي الصلاة الخمس في المسل أصبح صلاتين فقط وبعدين لا يصلي إلا الجمعة وبعدين للأسف الشديد لا نراه إلا محمولا على الأعناق ليصلى عليه لا ليصلي فإذا الفتن كده إذا الإنسان فتة المحية كذلك فتة الممات قبل الموت يكون يصدر قرار خاطئ يكتب وصية جائرة يمنع وارثا من إرثه يعمل حاجة في ماله فيما يملك كارثة كارثة بذل حسن خاتمة يكون سوء خاتمة والعاذب الله هذه كارثة أخرى فتة المسيخ الدجال ما من نبي إلا وحذر أمته من فتة المسيخ الدجال ونحن نجب أن ندعو هذا الدعاء عاقبة التشهد في كل صلاة وفتنة القبر سبحان الله لأن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظلوا الله الظالمين ويفعلوا الله ما يشاء قال رب العباد نحن على لسان الملاك نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة سبحان الله فالله ولي الذين آمنوا يدفع عنهم كل هذه الفتن وقلب سبحان الله أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض الفتن لا تضر القلب الذي يرفض الفتن ليه لأنه قلب قوي عنده منع إيمانية عنده صدق مع الله عنده يقين في الله عندئذ تستبين الأمور اللهم وجلبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن ولا تعرض قلوبنا للفتن يا رب العالمين وأعدنا من شياطين الإنس والجن أنت ولي ذلك والقادر عليك لا تنسون من صالح دعائكم ونستدركم الله الذي لا تضيع دائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة ومضى يسرع فينا علنا منا من تاه ومن غفلا لكن من أخلص لله لن يفقد بالله الأملا كن رمزا للخير ومثلا واحذر أن تتبع سهلا وصراط الله لنا نور قد بالله عز وجل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة